القبض على المسيح في وقت متأخر من المساء ترك الرب يسوع مع تلاميذه العلية علية صهيون نزولا وعبروا وادي قدرون إلى بستان بستان جدسماني في سفح جبل الزيتون مقابل البلد القديمة وهيكل أورشاليم جدسماني جاتشمنيم معصر التأزيد مكان محبب على قلب المسيح كان يذهب دائما إلى هناك يسوع وهو عالم بكل ما سيحدث له ذهب ليقضي ساعاته الأخيرة على الأرض للصلاة ليس فقط اسم معصرة زيد لكن يسمى بستان الجهاد بستان النزاع بستان الصراع قريب من المكان اكتشفوا معصرة زيد أليس عجبا يقضي المسيح آخر ساعاته على الأرض في بستان قبل القبض عليه؟ لقد حدث سقوط الإنسان الأول آدم في بستان أما آدم الأخير دخل البستان ليقدم نفسه كفارة وفداء لكل البشرية من آدم وحواء إلى آخر شخص من أوصاف وأسماء الرب يسوع هو المسيح أي الممسوح بالزيد وكانت الملوك تمسح بزيت الزيتون كعلامة أنه مختار من الله ومفرز ليحكم استلاح المسيح يطلق على الملك الممسوح والفادي ليس فقط بالزيد بل بالروح القدس بحسب نبوة إشعياء ويخرج قضيب من جذع يسا وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب روح الحكم والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب فالمسيح هو غصن الزيتون وهو أيضا من نسل داود جاء ليملك لقد قضى المسيح أهم لحظات حياته في بستان زيتون الشجرة التي ترمز للمسيح في معصرة الزيت عادة يسحق الزيتون ويعصر ثلاث مرات حتى آخر قطرة وهكذا انصحق المسيح وعصر من أجلنا كما هو مكتوب لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مصحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا والجدير بالذكر ثلاث مرات قال المسيح إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك مثل الزيتون في المعصرة هكذا انصحق المسيح تحت ثقل خطايا كل البشرية حتى من خلال انسحاقه يخرج نور وخلاص لكل البشرية كان يجاهد بالصلاة إلى درجة نزل عرقه ققطرات دم ذهب ليصلي وطلب من أصدقاؤه أن يصلوا ويسهروا لألا يدخلوا في تجربة جاءوا ليقبضوا على يسوع والعلامة كانت قبلة يهوذى الخائن من هنا نرى شجاعة المسيح إذ لم يهرب بل قال أنا هو ثم نرى سلطان المسيح عندما قال أنا هو سقطوا على الأرض ونرى محبة المسيح لم يفكر بنفسه بل بالتلاميذ حتى لا يصيبهم الأذى ومحبة المسيح ظهرت عندما قطع بطرس أذن عبد رئيس الكهنة شفاها يسوع وأبرأها أبرأها لقد كان المسيح في طاعة كاملة للآب فقال يسوع لبطرس اجعل سيفك في الغم الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها كانت أحداث كثيرة في البستان صلاة المسيح ونيام التلاميذ خيانة يهود وقطع الأذن من بطرس لكن عندما جاءوا استسلم لمشيئة الآب مع أنه يستطيع أن يرسل إثني عشر جيشا من الملائكة أخذوا يسوع وهم يضربوه ويحقروه قال بطرس الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا وإذ تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل الذي حمل هو نفسه خطيانة في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا البار من أجل الأثمة لكي يقربنا إلى الله مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح